اتوقف اليوم مع صاحب أطخم وأندر المعاجم العربية على الإطلاق وهو تاج العروس صاحب هذا المعجم والعلامة الكبير هو كان حجة في اللغة وفي الحديث وفي سائر العلوم المتعلقة باللغة العربية حديثنا اليوم عن العلامة مرتضى الزبيدي في مصر أرض المجددين محور المشروع التجديدي لمرتضى الزبيدي تمثل بوضوح في الاهتمام باللغة فشرح القاموس المحيط وفي قضايا التوثيق فشرح إحياء علوم الدين وأخرج أحاديثه وفي قضية الأخلاق فاهتم بذلك الشرح وبين كيف نستفيد منه فأصبح مشروعه مبني على اللغة والتوثيق والأخلاق وهو مشروع نهضوي بمعنى الكلمة رحم الله المرتضى الزبيدي رحمة واسعة فضيلة الدكتور علي جماعة أهلا بكم أهلا وسهلا بكم أهلا بفضيلتكم أهلا وسهلا فضيلة الدكتور اليوم نتحدث عن العلامة مرتضى الزبيدي ما هو ملامح مشروع التجديدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه المرتضى الزبيدي كان صاحب مشروع نهضوي تجديدي ومن كان يتكلم عن النهضة يجب عليه أن يتكلم عن مشروع الزبيدي النهضوي هو الزبيدي ميت سنة 1790 يعني أواخر القرن الثامن عشر لكنه مولود 1730 وولد في الهند وله رحلة كبيرة إلى اليمن في زبيد ثم إلى مصر حيث استقر وانتقل إلى رحمة الله بها والإمام الزبيدي ترك لنا مشروعا يتكون من أركان ثلاثة الركن الأول الاهتمام باللغة وعودتها مرة ثانية لتكون ملكة لدى الناس وأن اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة فإذا أردت أن يستقيم الفكر وأن تتطور البلاد وأن يرفع ويسعد العباد يبقى لازم تعلمهم لغة الركن الثاني من مشروعي النهضوي هو التوثيق لابد من أن لا نصدق كل ما نسمع بل لابد من التوثيق والتوثيق يدخلنا لنطاقات مختلفة في مجالات مختلفة في مجال الحسيات يبقى العلم التجريبي في مجال التاريخ والنقل يبقى الرواية والدراية في مجال الحس والتأمل والفكر يبقى لابد من المنطق والقواعد وكذا ولذلك نراه يؤلف كتابه الماتع الجامع في أربعين مجلد الذي أسماه تاج العروس الحاوي من جواهر القاموس القاموس ده اسمه القاموس المحيط والقاموس الوسيط فيما ذهب من لغة العرب الشماطيط ألفه الفيرو الزبادي ويمع فيه أربعين ألف مادة أربعين ألف جزر يعني الضربة الضاد والرأ والجاب ده جزر عد بقى أربعين ألف المفتدى الزبيدي شرح هذا الكتاب الدقيق الماتع الحجة الذي سبقه الفيرو الزبادي بثلتمائة سنة قبل المواعد بتاع الفيرو الزبادي كان الفيرو الزبادي ده شيخ ابن حجر العسقلاني فسبق الزبيدي بثلاثمائة سنة أو يزيد جاء هذا ورح شارح هذا الكتاب فيه أربعين مجلد قاعد فيه اتناشر سنة وهو يؤلف فيه وجمع له مكتبة حافلة لا موجودة لمثلها وكل ذلك من أجل أن يصل إلى الفهم العميق لمفردات اللغة وتراكيبها بحيث أن تصير اللغة عند دارسها إلى ملكة وسليقة وطبيعة ونحيزة وليس إلا ذلك يعني هكذا وإلا فلا يعني زمي كذلك في مجال التوثيق النقطة الثالثة النقطة الثالثة الأخلاق أن اللغة مع الفكر وأن التوثيق كمنهج علمي لا بد له من منظومة أخلاقية رائقة فائقة ضابطة لحركة الحياة وإنما الأمم بعد كده بقى قالوا كده وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا فذهب إلى هذا الجانب الأخلاقي متمثلا في شرح إحياء علوم الدين والرد على منتقديه ومعارضيه فألف إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين فأصبح مشروعه النهضوي التجديدي ينبني على ثلاثة أشياء على اللغة التوثيق الأخلاق الإمام الزبيدي كان أديبا وكان شاعرا وكان عالما وكان محدثا فكان رقيق القلب جدا يعني رقة في القلب عجيبة غريبة قال لما يوجد مثل هذا الإنسان وكان يحب زوجته حبا جمع فماتت فانقطع عن العالم تماما تماما وفي هذا الانقطاع ألف إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين وكان هو الذي يسليه عن حزنه هو هذا الكتاب ويعني أفرغ فيه شحنات العاطفة وشحنات التعلقات القلبية والمشاعر الراقية وأفرغ فيه التوثيق وثق فيه كل ما ورد فيه من ما يحتاج إلى التوثيق طبع في عشر مجلدات لو طبع أيضا كما طبع تاج العروس لا يطلع في أربعين مجلد أيضا للدرجة نعم ده واضح أن زوجته كانت مأسرة فيه أو قعد كتب المجلدات دي كلها هو هو كتبه محاولا أن يخرج نفسه من الاكتئاب يعني هو لو ما كتبوش كان هيكتئاب فجعل تسليته الوحيدة هو الكتاب في هذا الكتاب بعدما أتم كتاب اتحاف السادة المتقين وأتم لنا برنامجه اللغة التوثيق الأخلاق بدأ يخرج للناس في أخريات حياتي في السنة الأخيرة في الست شهور الأخيرة بدأ يخرج للناس وكأنه استطاع أن يتأقلم مع هذا الحب سبحان الله طيب فضلت دكتور يعني واضح أن اللغة العربية كانت يعني مفتاح من مفاتيح مشروعه التجديدي واضح كان ده أساس ده ركن من الأركان وده واخده من عبد القادر البغدادي وإن لم يكن مصريا يعني لما ألف خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لما ألف هذا الكتاب ألفه لنفس الغرض وهو أن تعود العربية ملكة للدارسين لها وهذه الملكة ستعينهم على فهم النصوص فهما صحيحا ستعينهم على استنباط المعاني والمواعظ والأحكام استنباطا صحيحا ستعينهم على استقامة الفكر استقامة لا بأس بها ستعينهم على فهم الحياة الدنيا وعلى فهم الآخر فهما يتواءم مع المصالح ومع المبادئ في نفس الوقت اللغة يعني هي في غاية الأهمية ولا بد أن نهتم بها وما أوتي قوم في لغتهم إلا أوتي في مقتل صحيح طيب أستاذا حضرك نشوف أيضا ملامح أخرى من هذا المشروع التجديدي وإزاي يعني حتى من بعد العلامة المرتضة الزبيلي إزاي كمل هذا المشروع من خلال تلاميذه أستاذا نحرك بعد الفاصل أرجوكم خليكم معي هنا تسكن روح السيدة نفيسة ويجاورها مسجد السيدة سكينة فشارع الأشراف بحي الخليفة به الكثير من مساجد أهل البيت الطيبين الطاهرين أما هنا فيمكنك أن ترى مجمع أولياء الله الصالحين وعلى بعد أمثار من مسجد السيدة رقية تجد مقام مرتضى الزبيلي وشهرته أبا الفايد بجوار حبيبته وزوجته زبيدة والذي عرف عنه عشقه الكبير لها حتى أوصى أن يدفن بجوارها في هذه البقعة من أرض الله الواسعة فضيلة الدكتور علي جمعة أهلا محضرتك أهلا وسهلا لكم مرحبا واضح الحقيقة من المعلومات الأمامنا أن حتى الأمراء وأهل السلطة في هذا الوقت المتقدم كانوا بيفتحوا لي خزائن الكتب لديهم لكي يطلع على المزيد من العلم إزاي كانت علاقته بأهل الحق مؤتا كانوا يجلونه إجلالا شديدا لهذا العلم الفياض يعني هو لما ألف تاج العروس وأتمه لم يصدقه أحد العلماء ما كانوش مصدقين أن هذا الكم الحائل من المعلومات المرتبة والمقررة أنه يكون حد استطاع أنه هو يبرزها بهذه الأناقة وهذه اللباقة وهذه اللياقة كبرتاد الزمير جهد رائع يعني نعم فجمعهم في بيته على احتفال لتدشين الكتاب ولما طلعوا عليه كان ساعتها محمد بيك أبو الذهب هو الماسك من الحكام ومحمد بيك أبو الذهب باني لي مسجد والمسجد ده لو رحت أمام الأزهر على طول والنص فوق هتلاقي صوامع الغلال موجودة وكان يملأ هذه الصوامع حتى يأكل طير السماء يعني كان بيوكل طير السماء أيضا مش بس الأرض والحمام بقى على كل بتاع كده وهو بيناقي الأكل بتاعه منظر حلو جميل يفكرك بحمام الحرم المك محمد بيك أبو الذهب يعني إيه قال لا لازم أنا عملت المسجد وحطت فيه مكتبة كبيرة فلازم الكتاب ده يبقى فيها فاشتراه بمئة ألف درهم الدرهم اتنين جرام وتسعة من عشرة من الفضة لما تضربها في مية يطلع متين وتسعين والألف تعمل كيلو يعني متين وتسعين كيلو فضة متين وتسعين كيلو فضة ده يعني كيلو الفضة ده دلوقتي بكام عشر تلاف مثلا فيطلع ثلاثة مليون يعني اشترى منه الكتاب بثلاثة مليون ده تقدير غريب ومش غريب فريد فريد بقمة العلم بالشكل ده يعني اهتمامه بالعلم واهتمامه بالعلماء وأشياء من هذا القبيل المهم اشترى هذا الكتاب بثلاثة مليون كأنهم بتاع النهاردة مية ألف درهم فضة يعني ثلاثة مليون جنيه مصري دلوقتي بأسعار اليومين دول فكانوا يعزوه ويعزوه لما مات الشيخ المرتضى فصلوا الكتب بتاعته عايزين يبيعوا المكتب ففصلوها بخمسة وعشرين ألف دينار فالسلطان العثماني سمع قال لهم بخستموه حقا وبعت مسمن علشان يفرز الكتب وعلشان يقومها فطلقت التسمين العثماني بقى بتاعها خمسة وسبعين ألف من خمسة وعشرين من خمسة وعشرين يعني كانوا عايزين يبيعوها أو يشتروها بالتلت لما دفع الوالي العثماني الخمسة وسبعين ألف للورس أو كذا إلى آخره أوقفها على الطلبة المصري الله علشان ما تضعش الكتب وتروح شزر مظر وكل شوية كل واحد من الورس ياخد مجموعة وخلاص وقال لا راح اشتراها وحبسها على الوقف المصري فبالتالي علم المرتضى الزميدي أكمل بقى لقرون بعضه طبعا لأنه نصه هو على الكتب التي رجع إليها في بداية تاج الأروس وفي بداية اتحاف السادة المتقين الشيخ المرتضى الزبيدي في آخر حياته بقى خرج للناس بعد ما اعتزل من أجل وفاة زوجته ومن شدة حبه فيها وكذا إلى خير لما خرج طلع الألعة علشان يدرس فيها الحديث فقال لهم تعالوا أنا هتدرس لكم الحديث بطريقة يعني مبتكرة ما هو الواحد اللي بيبتكر بيبتكر حاجات كتير فمن ضمنها إنه هو ميسك قال لهم إيه رأيكم نحفظ البخاري إزاي ده اللي بيحفظ البخاري ده يعني يبقى من كبار كبار العلماء إزاي يعني نحفظ البخاري قال لهم ده حاجة سهلة البخاري بينه وبين النبي تلاتة في السند اسمها السلسيات البخاري واحد وعشرين حديث إيه رأيكم نبدأ بيهم فبدأ بالواحد وعشرين حديث اللي بين البخاري وبين النبي تلاتة بس الأحاديث الواحد وعشرين دول يعملوا مثلا تلاتة أربع أسانيد وفي مكررات يعني يحفظ حفظوا التلاتة أربع أسانيد وحفظوا الأحاديث بتاعتها حاجات بسيطة سطر 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 ونص وهكذا وحفظوا الأسانين وخلص لهم سلاسيات البخاري وبعدين دخل في الربعيات ما بين البخاري وسيدنا النبي أربع أفراد ولكن لم يمهله الأجل لإتمامها عمل درس اتنين في الربعيات وانتقل إلى رحمة الله تعالى فهذا كان حال المرتضى الزبيدي مشروعه واضح مشروعه ما زالنا محتاجين إليه اللغة التوثيق الأخلاق مرحلة المعجم منه لنا يعني المعجم اللي أعده فيه 14 سنة معلش حابب برضو تاني أأكد عليها البعض متخيل أنه هو أول من أتى بهذا الأمر بهذا المعجم ولا فكرة الاستدراكات أنه كان بيضع بصماته في أمور معينة في ملامح معينة في المعجم هو كان يأتي إلى المادة التي يذكرها الفيروز أبادي ثم بعد ذلك يشرحها ثم يكمل من المعاجم الأخرى لسان العرب لابن منزور الصحاح للجوهرية العباب وهكذا ينقل 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 ما لم يذكره صاحب الإنقابل الفيروز أبادي ثم بعد ذلك يدخل نفسه هو فيما اسمه بالمستدرك ويبدأ يبحث في العربية وفي لغات أخرى التركي الفارسي عن معنى هذه الكلمات ويتتبعها ويتتبع أصولها وكذا إلى خيره ويستدركها على الفيروز أبادي ولذلك هذا الفريد الذي فعله أما الشرح فالشرح نقله من كتب كثيرة جدا وهي تلك المكتبة الرائعة لتكلمنا عنها بعد كده يأتي للمستدرك المستدرك ده هو من عنده هو نفسه يضيف ما تعلمه في الهند وما تعلمه في اليمن وما تعلمه في مصر في هذا المجال ويعزله عن أصل القموس لأنه ده زيادة على القموس واضح أنه كان عالم بلغة العصر الحالي من العيار الثقيل من العيار الثقيل جدا لأنه في الحقيقة يمثل علامة كان محدثا كان لغويا كان صوفيا ودفن رحمه الله تعالى في مقبرة السيدة رقية بنت علي الرضا أمام السيدة سكينة دلوقتي موجود إلى الآن قبره وقبره يزار في حوش السيدة رقية بنت علي الرضا رضي الله تعالى عن الجميع أمين اللهم أمين أنا شكر لفضلات العلامة الأستاذ الدكتور علي جمعة هذا الإبحار العلمي والإنساني في سيرة العلامة مرتضى الزبيدي شكرا لحضرتك شكرا لكم شكرا لحضرتك وشكرا لحضرتكم وإلى اللقاء